السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا كرك امي الحاج لبس اليك الله يبغ فيك اخويا كل شي بخير صحيحا اكرمك الله الحمد لله ابو تقدعنا يا شوية امي الحاج دراني مريت شوية الله يشفي وعافي يا رب امريت شوية جزاف ما كان قبل لا نخدم ولا نديرتها شي حاجة امي الحاج لاي لا هيل الله وكنت مزيان كان خدم ماصف في البنية يعني وكنت مزيان وقاسني مرض سياتيك وعيد كان دوي يعني ما ما كانتش نيلا بارشي ستشعور وانا غير مريح في الدار نيلا سيسا عيدك تيخدم معاشي شركة او شي مقاولة او لغي عطاش لا لغي مع العطاش اوها ما كانتش لاي لا يهيد الله مليك يريح الانسان ما يبقى عنده مدخول حتى الزوجة ديالي شوية كانت مريدة وكنت يعني كنا يعني كنت مزيان في الحياة ديالي ما اي يا اخوية او دبا ارب العالمين هشي لك لاي لا هيل الله خوية الله يفرج عليك اخوية الله يفرج عليك وكذل اخوي السائد مع المعيشة والحمد لله فاسع اللهم ولات الحمد كان واحد اللي اخذ يالي بغتك الدائمها شوية هو اللي راكي استفاريه حالي انو لاي لا لديه الاخوة جزا الله الفخير والحمد لله والحمد لله اخوي السائد والحمد لله يكتره ودعينه مع زوجة دياله ورعا مريدة شوية السائد يا ربي يا كريم اخوية حافظك الله سي سائد او بغتنسيه لك عمي الحج ايام ولي ايام ولي ايام ولي ايام ولي ايام ويجزاك الله ايام وخاسي سائد حافظك الله أبوي لي بارك الله فيك الله يشافيك ويعافيك الله يشافيك ويعافيك اخوي سائد لا اله الا الله والانسان ضعيف والله الحمد عفانا وهذا المرض يدسياتيك يصيب الكثير من الناس إما اللي كيدروا أعمال شاقة بحال أعمال دي للبناء أو الأعمال اللي كتكون في بعض الحرف اللي صاحبوها كيقوم بأعمال حركية قوية كيكون بارد حتى كيدروا واحد المجهود ضخم مشي سخون أو كيكون إسان كيتصبي بالأعصاب عدد دي الناس كيكون عنده عمال بسيط ولكنه تعرض لصدمة عصبية قوية جدا وكيترتب لسيتك والدواء دياله صعيب شيئا ما والأطيب بك يقول لك الإنسان كيلزم كيلزم المكان اللي هو يمنخفض أنه كيقلس على الضص أولا لشي خشبا كيديل خشبا وكيقلس على الظهر دياله وكيبقى واحد المدة طويلة هكذا على الظهر جالس حتى كي الخشاب كيمتص ديالت تأثير ديالسياتيك وكيلك يقول لك تدير واحد البنو ديال هوندا أو وكتنفخو وتريح عليه تريح عليه باش ديالت تأثير ديالسياتيك ينزل وبالمقابل كينين نزل مليل باركة وقد سبق أن ذكرتها في الدار البيضاء ودليس دعاية هذا من باب التسير على الناس رجل أعطاه الله هذه البركة اسمه الحج العقدي راكين في إقليم مديونة دوار مرشيش إقليم مديونة بالدار البيضاء دوار مرشيش رجل بسيط موسيم تجاوز المئة سنة وعاصر أربعة ملوك ورجل من أهل الله ربي أعطاه هذه الكرمة في الدو أن هذا السياتي كيتبعه بالدو كي ديالواحد جبانية ديالزيت العود كيخشي فيها صباعة ديالو كيقول الإنسان تسرح على ظهرك وكيبقيت تبع من العمود الفقاري وجاي من العنق إلى الظهر إلى الورك إلى أن يصل إلى الفخيد إلى الركبة إلى أسفل القدم وكيقول لك أعود دور مرة تانية كيقوم بالنفس العمالية كيقول لك أنا حيته وكيعود لك الحاسة ثلاث مرات كتجي كل المرة الأولى والتانية والتالتة وحسب ما رأيت هو أن الناس الحمد لله كيحكيوا بأنهم قد شوفوا وعوفوا تماما وأنه بنفسي ديت لي بعض الناس وشفت الحالة وسبح الله العظيم رجعهم وشافين ومرة ديت معي صديق ديالي الطبيب قلت لي له حلل وناقش طبيب صديق ديالي ديال العظام فقال لي الحالة صعبة ولكن كيف هذا فاللول جاته غريبة ومرة ما صدق بأن هناك العلم وهناك البركة كل العلم لي وعنده قواعد دياله وعنده خصائص دياله وعنده جميع الميكانيزمة الخاصة به وكين هناك البركة فسألت صاحب هذا الرجل المول البركة أن لك أن وصلت إلى هذا حكا لي بأنه إنسان عادي بسيط وأنه كان قنوع بالقليل وأنه مرة رأى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في المنام فصفحه وكلي خود مني هذه البركة ثم اختفى عن الأنظار ويده بقى تسخونة يدي اليوم نبقى تسخونة هذك اليده لك يمر بها على الناس وكيد شفع طبعا هو ليس ملك هو بشر وبشر فيه خطأ وفيه صواب وأنه يحسن ويسع ما تضل بأنه ملك أول من أولياء الله الصالحين بشر عادي جدا وقد يكون ربما أقل من البشر لكن رب يعطى هذه الكرامة وعطى هذه العزة لما لا نستفيد منها فأسأل الله تعالى أخي سيسعيد ليعطى هذه البركة يعطيها لك ويعطى لجميع الخلق ويشافيك ويعافيك الله يمتعك بالصحة وبالعافية وتمام العافية وأسأل الله تعالى هذه الأخ ديالك اللي يقوم بيك وكيتها الله فيك هذه الأخوة وإبل فلا رأى ككل إنسان الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه من اللي يقع وحد كارتا أو كتقع وحد صدمة أو كيوقع وحد طارئ كالقول إخوة والأخوات يقفوا بجنة ويترحمهم وهذه الأخ رأى ما كان له أن يكون رحيما بك لو لأن الله تعالى أكرمه بزوجة صالحة رأى الزوجة هي الأساس لو كانت الزوجة صالحة وكتقول لي عاون أخوك يسترمع أخوك وكتفرح لهذا العمل غد يزده في المدد كونك العكس ذلك ما يقعش لك يقول لك الربح من المرأة والخاسر من المرأة فأسأل الله تعالى لهذه الزوجة أن يجعلها مع نساء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويجعلها مع الصالحات القانتة الذاكيرات وبارك الله فيك أخي سعيد وجوابا عن سؤالك الفقه كيف تصلي أخي سعيد نحن أمرنا بالوضوء وبالصلاة خمس مرات في اليوم فكل التكاليف الشرعية إنسان لا عنده عوضر مئة دهاش الحج ربي قال لنا لمن استطاع إليه سبيلا فلي كان مريض ولي كان سقيم ولي كان فقير ولي ما عنده وقت ما لي حج كذلك الزكا ربي قال لي غني أما لي فقير لمديم ما لي زكا والصيام يجب أن يكون إنسان يكون مستقر في بلده غير مسافر ولي كان مريض أو سقيم واللي كان مريض أو مسافر لا الصيام عليه إلا الصلاة جميع التكاليف الشرعية ممكن ربي عز وجل دار فيها العذر إلا الصلاة الصلاة الوحيدة لبقى لقسك تصلي مهما يكون فإذا تعذر عليك الوضوء ربي قال نتيمم نتيمم عند كل صلاة نجدد تيمم عند كل صلاة وإذا تعذر عليك القيام والركوع تصلي جالسا فإن تعذر عليك تصلي وأنت نائم مستلقي على ظهرك صلي بعينيك وربنا عز وجل يكتب لك الأجر والتواب كامل وزيادة فأسأل الله تلا أن يجبر عظمك ويشافيك ويعافيك اللهم أمين يا ربي يا كريم وأسأل الله تلا هذه الأخ ديالك اللي يقوم بيك وكي تهل فيك هذه الأخوة وإلا فلا راكك كل إنسان الإنسان ضعيف من نفسه قوي بإخوانه من لك يقع وحد كارتا أو كتقع وحد صدمة أو كيقع وحد طارئ كالقول الإخوة والأخوات يوقفوا بجنة ويترحمون وهذا الأخ را ما كان له أن يكون رحيما بك لو لأن الله تعالى أكرمه بزوجة صالحة را الزوجة هي الأساس لو كانت زوجة صالحة وكتقول لها عاون خوك يسترمع خوك وكتفرح لهذا العمل غادي يزيده في المدد كون كان عكس ذلك ما يقعش اللي يقول لك الربح من المرأة والخاسر من المرأة فأسأل الله تعالى لهذه الزوجة أن يجعلها مع نساء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويجعلها مع الصالحات القانتة الذاكيرات وبارك الله فيك أخي سعيد وجوابا عن سؤالك الفقه كيف تصلي أخي سعيد نحن أمرنا بالوضوء وبالصلاة خمس مرات في اليوم فكل التكاليف الشرعية إنسان لا عنده عوضر مئة دهاش الحج ربي قال لنا لمن استطاع إليه سبيل فاللي كان مريض واللي كان صقيم واللي كان فقير واللي ما عنده وقت ما لي حج كذلك الزكا ربي قال لغني أما اللي فقير اللي مديم ما لي زكا والصيام يجب يكون إنسان يكون يكون مستقر في بلده غير مسافر وميكونش مريض أو سقيم واللي كان مريض أو مسافر لا صيام عليه إلا الصلاة جميع التكاليف الشرعية ممكن ربي عز وجل دار فيها العذر إلا الصلاة الصلاة الوحيدة اللي يجب يجب تصلي مهما يكون فإذا تعذر عليك الوضوء ربي قال نتيمم نتيمم عند كل صلاة نجد تيممم عند كل صلاة وإذا تعذر عليك القيام والرقوع تصلي جالسا فإن تعذر عليك تصلي وأنت نائم مستلقي على ظهرك صلي بعينيك وربنا عز وجل يكتب لك الأجر والتواب كامل وزيادة فأسأل الله تلع أن يجبر عظمك ويشافيك ويعافيك اللهم أمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة